مرحبا من الدكتورة أنديرة أبو عناب استشارية نسائية وتوليد واقوم جراحة منظار رح أحكي عن أسباب عدم انتظام الدورة الشهرية أول شي رح أحكي شو هي الدورة الشهرية المنتظمة الدورة الشهرية المنتظمة هي اللي بتيجي من كل 21 يوم أو كل 35 يوم الحساب طبعا من أول يوم دورة هذه الدورة تعتبر ممتظمة سواء كانت غزيرة أو خفيفة سواء كانت مؤلمة أو غير مؤلمة أو سواء كانت أن مدتها قصيرة أو طويلة أسباب عدم انتظام الدورة الشهرية أول إشي الزواج ما إلو علاقة بانتظامها وعدم انتظامها في بعض الأسباب اللي بتسبب عدم انتظام الدورة الشهرية أكثر سبب هو شائع عندنا حاليا هو تكيوس المبيض ممكن اضطراب في الهرمونات مثل الهرمونات المبيض أو الغد الدرقية أيضا ممكن اللي هو فشل المبيض أو سن اليأسي المبكر وجود ألياف رحمية وجود بعض اللحميات بالرحم كمان كمان زيادة الوزن ممكن تسبب عدم انتظام الدورة الشهرية ومن أسباب أيضا عدم انتظام الدورة الشهرية هو وجود بعض الأورام الخبيثة في الرحم أو على المبيض عشان هيك منصح كل السيدات اللي عندها عدم انتظام في الدورة الشهرية أنه تراجع طبيبها أو طبيبتها وزي وزي شيء من كل شيء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة